أهلا أحبائنا مشاهدينا في كل مكان اليوم العالم الغربي بيحتفل في يوم عظيم جدا تسمى الجمعة العظيمة وأيضا تسمى الجمعة الحزينة اللي بنتذكر فيها آلام صلب وموت ودفن يسوع المسيح هذا يوم عظيم لأنه يوم خلاص البشر اللي فيه توقعات كل العهد القديم من النبوات الكثيرة ومن الرموز العديدة اللي اتكلمت عن صلب يسوع المسيح بالحقيقة في هذا اليوم في يوم الصلب تمت 34 نبوة في صلب يسوع المسيح وكان لابد أن تتم مشورة الله المحتومة أن يموت المسيح من أجل خطيانا وأن يقوم في اليوم الثالث لأجل تبريرنا حتى يعطينا الحياة الأبدية ويسوع على الصليب يتكلم عدة كلمات ورغم كل الأحداث الصلب الشنيعة والرهيبة لكن يسوع المسيح كان هو سيد كل المواقف وفعلا كما قال لي سلطان أن أضعها ولي سلطان أن أخذها حدث عدة معجزات في يوم صلب المسيح ولسيما في آخر اللحظات حدثت ظلمة كثيفة جدا وكتب عنها المؤرخ تاستوس وطبعا موجودة في الوثائق التاريخية وكأن السماء اتكسفت أو الشمس والحزن خيم على كل الأرض وكان في ظلمة كثيفة المعجزة الثانية حدثت زلزلة عظيمة مش بس عند صلب المسيح كمان أيضا في يوم القيامة المعجزة الثالثة اللي تمت انشق حجاب الهيكل حجاب الهيكل هو حجاب سميك جدا وزنه بيحتاج لثلاثمائة رجل انه يرفعوا سميك جدا وهذا الحجاب اللي بيكون في منطقة في الهيكل يسمى بين القدس وقدس الأقداس يعني قدس الأقداس مكان حضور الله اللي بيدخل إليه رئيس الكهنة مرة واحدة في السنة وبكفر عن نفسه وعن خطايا كل الشعب في يوم الكفارة هذا الحجاب انشق وصار إلنا الثقة بالدخول إلى عرش النعمة إلى عرش الله وصار إلنا الثقة بالدخول إلى الأقداس بدم يسوع المسيح والحجاب يرمز إلى جسده الممزق فصار إلنا الدخول إلى محضر الله لأن المسيح قال أنا هو الباب إن دخل بي أحد فيخلص والمسيح قال أنا هو الطريق والحق والحياة ليس أحد يأتي إلى الآب إلا بيه فانشق الحجاب وخلي بالك أنه كان عيد الفصح وفي فترة الفصح بيكون حوالي مليون شخص في أورشليم وخارج الأصوار الاحتفال كبير كبير لأنه واحد من الأعياد الرئيسية الرسمية لليهود اللي هو عيد الفصح العيد الأول وطبعا فيه ثلاث أعياد ثم عيد الخمسين وعيد المظال اللي بيجي بالخريف فانشق حجاب الهيكل وهذا طبعا كان شيء واضح وعلني بمرأة من الجميع وهذه معجزة فعلا أن يمزق هذا الحجاب السميك جدا هذه كانت معجزة لكن هذه المعجزات شيء طبيعي في حضور يسوع ولكن معجزة رابعة إنه المسيح لم يمت قبل ولم يمت بعد مات في اللحظة المناسبة كان أو مات قبل دخول الفصح لكي يكون فصحنا لأن يحنى المعمدان قال عن يسوع هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم وفعلا حتى تتم كل النبوات قال يسوع أنا عطشان ولاحظ التوقيت يعني اللي بحذفيره تم على الصليب الرب يسوع صلى وقال يا أبتاه بين يديك استودع روحي نكس الرأس وأسلم الروح يعني لم يمت قبل لم يمت بعد في اللحظة لأنه إله السلطان أستودع بين يديك أستودع روحي نكس الرأس وأسلم الروح فالتوقيت هذا مهم جدا أحبائي مش بقضية بشر أنه صلبوا لا لا المسيح جاء خصيصا من أجل هذا الصلب حتى يقدم لنا الغفران ويقدم لنا الحياة الأبدية والشيء الخامس اللي هو أهم شيء أكبر معجزة إنه هذا اليوم هو يوم غفران طبعا بالنسبة ليهود يوم الغفران هو يوم الكفارة بالنسبة إلنا هذا اليوم موت يسوع وقيامة يسوع المسيح هو غفران لخطيانا الذي فيه لنا الفداء بدمه غفران الخطايا فالمسيح على الصليب صلى وقال اغفر لهم لأنهم لا يعلمون ماذا يفعلون غفر لكل الناس يعني طلب من الآب أنه يغفر وشيء آخر هو غفر كمان للص كان على الصليب وهذا اللص قال ليسوع اذكرني يا رب متى جئت في ملكوتك أجاب يسوع وقال له اليوم تكون معي في الفردوس غفر خطيان أعطاه خلاص كامل أعطاه حياة أبدية أعطاه ضمان الحياة الأبدية اليوم رح تكون معي وأعطاه السماء في نفس هذه العبارة واليوم أحبا أن نتذكر موت يسوع المسيح من أجلك ومن أجلي واليوم يمكن أنت محتاج تفضها في حياتك محتاج أنه مش بس تعيد عيد وتسمع ترانيم في هذا اليوم لكن فعلا تشكر الرب على هذا الغفران العظيم الغفران الكامل أنه كل قطر الدم من يسوع المسيح هي من أجلك ومن أجلي مكتوب الذي أحبنا وقد غسلنا من خطايانا بدمه هذا اليوم أطلب الغفران قل لي يا رب اغفر لي سامحني على كل خطيئة طهرني من كل إثم وهذا اليوم مثل اللص اللي على الصليب قل لي أذكرني قل لي يا رب تعال أملك على قلبي على حياتي وكمان هذا اليوم لأنه بذكرنا بالغفران اغفر لشخص آخر اغفر للآخرين بصلي أنه هذا اليوم يكون يوم تأمل في حياتك هذا اليوم يكون يوم رجوع للرب وتفكر كم تألم المسيح من أجلك على الصليب هذه المعجزات سواء الظلمة الكثيفة أو الزلزلة أو انشق حجاب الهيكل أو موت يسوع بالتوقيت المناسب والغفران الكامل على الصليب من أجل كل البشرية كل هذا الموضوع أحبائي من أجلك ومن أجلي فما يسعنا إلا أن نشكره ونسبحه ونحمده بصلي هذا اليوم يكون يوم تاريخي في حياتك أنك ترجع للرب يسوع المسيح ترجمة نانسي قنقر